اشتركوا في القناة 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 من عناوين اشتركوا في القناة 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 ومحمد ابو حسين والزميلة الصحفية اناس مظهر ده القيمة بتاعة هاني ابو ريد거 التسع افراد الرئيس والنائب ثم سبعة اعضاء وفي قيمة احتياطية لانه حسب اللايحة بيتحط التلاتة احتياطية از ربما في خلال الدورة يسأت اي عضو لسبب او لاخر يبعد فيدخل واحد من التلاتة دكتور اشرف موسى وجيم سحنة وهيان بركة ممكن أسألك سؤال أستاذ أبراهيم بخلاف الأستاذ هاني ريدا والأستاذ فالد الدرندالي والأستاذ طارق أبو العنين أنا رجل جاهل جدا ببقية الوسط لم ينشغل أحد بتقديم وتعرفنا بسائر مرشحين اللي ربما يكون الحل عندهم هم ما أنت متعرفش حاجة عنه لكن ربما يكون هم من أصحاب الفكر والشخصية اللي تقدر تطور عرفون عليه كلهم رجال أعمال في أندية يمكن الأستاذ أبو ظاهرة كان عضو تحت السن في النادي الأولمبي بعد كده هتلاقي مختلف الأسماء اللي كان في تجربة نادي خاص واللي كان مثلا في نادي بلدي نعرفهم ده فين ده فين ده فين ده فين ومصير تجاربهم أي يعني أنا كنت في نادي اكس قدرت أعمل في النادي ده من واحد إلى كذا قدرت أزود موارده وكذا قدرت أنظم أتكلم على سابق أعمال ما فيش لمسة كبيرة لأ أنا معرفش ممكن حد فيهم يكون طيب إسهاماته الأخرى في الشأن الكرة إحنا بنتحدث عن الكرة مصرية جماعة وبنقارنها بأفريقيا وبنظم وبنقارنها بأفريقيا وعندنا عشم في القادم عندنا عشم في القادم إنه يقدم لنا حلول حد يقول لنا ويعرفنا حتى لو القائمة دي هتنجح بالتسكية اللي هي لحد الوقت ما حدش نزل قدامه ما حدش ينشغل يقول لنا مين دول ما حدش ينشغل يستضيف حد منهم ما حدش ينشغل يقول لنا ده يقدر يعمل كذا ده تجربته بتشير إلى كذا يعني أنا مثلا لو قرأت اسم الأستاذ مجد النجاتي لأ أستطيع إن أنا أقول آه كده ممكن الأستاذ مجد أن أعرف عنه واحد دين ثلاثة أربعة يدعو إلى الآمن المواد الشريف حبيب أيو أنا أعرف عنه كذا 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 ناس سبق لنا التعرف عليه ونقدر نقيم أعمالهم طيب بصوا يا جماعة أغرب شي وأخطر شي إنه لسه الباب ما تقفلش وإن شاء الله تعالى مش هتلاقوا يعني من هذه المجموعة إلا الطموحات اللي ترضي الكرة المصرية بإذن الله لكن الغريب جدا إنه يسبقها مخالفة إدارية صريحة في إشارة واضحة محدش نفاها حتى الآن إنه المهندس هاني أبو ريدا وهو المأمول منه الكتير ينوي إلغاء ربطة الأندية واستعادة الدوري تاني كلجنة داخل اتحاد الكرة هنا دي ردة كبيرة قوي ليه؟ أولا بعيدا عن جدوى الرابطة وأهميتها ده نص صريح في لايحة النظام الأساسي لايحة النظام الأساسي للاتحاد المصري اللي معمول بيها واللي تتعامل عليها الانتخابات واللي جاء عليها المجلس اللي فات واللي اعتمدت من الفيفا وكانت برعاية المهندس هاني أبو ريدا نفسه فيها نص صريح واضح إنه بتتشكل رابطة لأندية الدور الممتاز من سبعة أفراد الأعضاء الأندية أعضاء الدوري كل واحد بيرشح واحد منه من خارج مجلس إدارته بينتخبوا مجلس من سبعة أفراد خمسة بالإضافة إلى اتنين يعينوا متحدة الكرة من خارج مجلسه ودول اللي بيديروا المسابقة وحقوقها وجدوالها وعقوباتها وكل شيء يتعلق بمسابقة الدوري الدوري مملوك لأصحابه اللي هم مين؟ الرابطة اللي بيتمثل للأندية الثمانتراشة انت عملت ربط السنتين اللي فاتوا النائب أحمد دياب مشي فيها بإنجازات كانت ملموسة ورجعت الجماهير للمدرجات وكان فيه كتير من التطوير اللي حاصل في المسابقة وكان الكل بيأمل ان احنا هنبنى على ده السنة دي احنا تلعب اسبوعين من الدوري ولكن حتى الآن ما تعملتش ربطة جديدة ما تشكلش مجلس جديد للربطة كلام اللي بيتقال دلوقتي انه المجلس قبل ما ينتخب ناوي على مخالفة داي ممكن؟ لا دا نعادي اسألك انت اه ما تيجي نتناقش فضل امر ممكن نناقشك فضل فضل اولا الربطة في النظام الاساسي سنين احنا قلنا ان الدوري بتاع الدوري الممتاز تديره الربطة وان المنتخبات ونشر اللعبة وسائر شؤون اللعبة والحكام وسائر ما انا بقول وسائر شؤون اللعبة طبعا للتحاد تعال نشوف ايه الوضع هنا وايه الوضع هنا اخفاق كامل في كل المنتخبات اهم حاجة نشر اللعبة معرفش لازم حد يقول لنا ايه ملامح نشر اللعبة غير الاكاديميات والاكاديميات الخاصة تحديدا وبعض البرامج التي يشرف عليه أوزارة الشباب الرياضة برامج الاكتشاف المواحد فين دور الاتحاد عايزا اتلمسه بالنسبة للتحكيم ما اظنش التحكيم عاش فطرة اسوأ من اللي عيشها دلوقتي مش على صعيد الصفارة الصفارة طول عمرها فيها مشاكل واخطاء لكن علاقات التحكيم وبعضه علاقات التحكيم بأسرة أو بكرة القدم والدوشة اللي حصلة والكلام اللي بيطلع كل شوية ما اظنش ان فيه حد بيكتب عليه زي تحكيم المصري ما يكتب عليه او يعلع عنه او الاختلاف اللي بين حتى الخبراء بينه وبين بعضيهم ولكن عندما يستشعروا خطر ادي نص لاحة النظام الاساسي عن قانونية وجود الرابطة وحتمية وجودها في النظام الاساسي ما احنا حن خلاص اصر دي مش هتقولها انت لذا كنت متأكد منه اي مش محتاجين نقرأها حتى ليه لان حتى لو انت ما قلتاش صح هيطلع لك مينتواعد يقول لك انت بتتكلم في ايه احنا رمينا حاجة في الماء الراكد وليا رد علينا احد بس انا يعني عايزة اكمل ادي التحكيم طب جأس مصر مسابقة لا تكتمل في موعدها ابدا وانت تفاجأ حتى بالتعديل لم عبو يستكمله على السنة دي عشان يعمل موسم استثنائي للسنة الجاية فجأت الاندية بيها فاضطر النادي اللي هالي يعتذر واثرت على اه اه اندية كبيرة زي الزمال فوجي بهذا الكلام مش مش ما فيهاش شكل طبيعي من طبيعة مسابقة كأس مصر يا تستكمل في موسم جديد يا تعاني من هذا الارتباك والعشوائية والفجائية مدخيل كرة القدم حد يقول لي مين استفاد من هذه المدخيل اتحاد الكرة ينفق مبالغ مرعبة ولا احد يقول لنا هي دي فلوس مين وكايا منين وكيف اضبرها اذا كانت اموال عامة فل تخضع لرقابة الاموال العامة ما يبقىش عندي مدرب بياخد 280 ألف دولار وتطلع اشاعة انا بقولش انها حقيقة انه بياخد 85 ألف دولار في مكان آخر دلوقتي ما ينفعش بينفع انه يطلع ياخد عندي 100 ألف دولار ويطلع مرة ياخد 85 75 لأنا مصر اللي كل عشمان فيها ماشي لكن كده لا طيب تعالي بقى النقيد نشوف الرابط عملت بكل المتاعب والصعوبات اللي فاتت بيها المسابقة وتكدس المباريات كانت تقدر تخلص الدور بكل العيوب اللي احنا بنرصد وده هنرصد العيوب ما بنقولش بطولة الرابطة والتي لم ترقى الى انها تبقى بطولة قوية الاندية تتعافت عليها طبعا لانها متشابكة مع مسابقات اخرى وتوقيتات صعبة الا انها افرزت لنا اندية جديدة تمكنت هذه الاندية انها تحصد القاب وتشارك في نظام سوبر جديد واصبح هناك رئة ومتنفس لاندية بخلاف اندية القمة انها تحقق بطولات وتاخد مردود مجهودة ومصارفها اللي بتصرفها وتطلع على المحافل يتردد اسمها فيه سيراميكا وفيه زاد وفيه مش عارف فيه ويتشير وفيه وفيه اذا ما قدرش اقول ان دي بطولة فشلة وماش كاملة عايزة تتطور طريقة اختيارها مش عجبني لان برضو فيها نوع من فرض الامر الواقع هما دقول هي كذا يعني عندما تكون الامور يا سيد زبراهيم طبيعية حنشوف نتجة فانا مندهش جدا بس هل انت يا سيد زبراهيم انا بقى حقولك انت يعني مش ههاجم اللي قلته انما هاعترض عليه بعض الشيء ايه تبطول المهندس هاني ابريدة ينتوي ولا ينوي سيان يعني سيان اه انه يغير انت بتحكم نوايا الا اذا كان الا اذا كان المهندس ابريدة قد اعلن هذا او ان عمرا ما يدبر بليل طيب كانت خليني اقولك انا بقول معلومة في حال نجاح قيمة المهندس هاني ابريدة انت حتى الان ما اعلنتش عن اه تشكيل ربطة الاندية حتى الان لم تتسلم الجدول حتى الان لم تعمل في مسابقة الدورة ما نتمنى ان تكون المعلومة على الاقل غير دقيقة او يتم التراجع عنها لانه من الخطأ الكبير جدا نبدأ ولاية جديدة الاتحاد الكرة بمخالفة صريحة اباش مهندس هاني اللايحة صريحة الربطة تطور مهم جدا في البناء الكروي الانجازات اللي تمت كانت جيدة مطلوب البناء عليها استعادت كعكة الدوري لمجلس ادارة الاتحاد ما يكون شي بالمخالفة لكن خلينا بعيدا عن ده ما يسعدنا النهاردة جدا 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 ويفخر به كل اهلاوي النادي الاهلي بحسب ما اعلنت الموقع الرسمي للنادي في صفحاتي على الفيسبوك الصفحة الرسمية النادي الاهلي بينقش اسمه على كأس الفخر والزهر كأس العالم للاندية جنبا الى جنب مع عظماء العالم هتشوفوا في هذا الفيديو كأس العالم الشكل بتاع الكاس المجسم بتاع كأس العالم للاندية في نسخته الاولى التاريخية اللي هتقام في امريكا ان شاء الله تعالى صفحة عشرين خمسة وعشرين وعليه اسم أعظم نادم في الكون النادي الاهلي انت عايز تقول لي ان ده مش مش جرافك احنا عاملين وده الفيفا اللي عاملها اه وحتى اسماء الاندية المشاركة كلها والاهلي فده اللي ما يخص هنا احنا بس ايدي مش مسابقة رسمية اصياد ابرهيم ومناش قيمة نبي فلاش الكلام الناس بتاخد المعلومة دي فقط تجتزئ بيها لو ده ده معقولة الكلام ده هتسمع الكلام ده وفيه فتا ايدي ده الفيفا ده بتاع عكافر الدوار مش بتاع الاتحاد الدولي يا لحاول الله طيب مؤكد ان احنا عندنا تفاصيل كتيرة في السياق ده لكن عايزين نفكركم انه زي النهاردة وزي النهاردة دي دايما بتنعش الزاكرة الاهلوية انا عن نفسي لما الزمل في الاعداد بيفتكروا انه زي النهاردة كانت وفاة واحد من لعبة الاهل اللي كانوا موهوبين كابتن حاتم الكردي عليه رحمة الله حاتم الكردي توفى في 12 نوفمبر 2013 بس الحقيقة يعني هو واحد كان من النواب غجيله مهاجم موهوب جدا انما الزاكرة الاهلوية تفتكر له هدف باش مهندس انا سعيد بيننا الزمل في الاعداد بتعطي انت لا مع الاتحاد السكندري جابها من على خط المرمى كرة على خط الكورنر حطها في البعيدة تقريبا كابتن الخطيب جابه جون ده على ما اسكر كان في اسكو اه هو بتقريك فجاب حاتم الكردي هذا الهدف في مرمى الاتحاد السكندري في موسم عفوا 79 80 كانت يوم 28 ابريل المباراة دي سنة 80 ما زلت فكر الشكل هنفتكر معاكم حاتم الكردي عليه رحمة الله انا عادي بس الكورة دي يا جماعة مش عشوائية دراج الباصص وحطت الكورة بإتقان ولا كان لعيب كويس طبعا الله رحمه حاتم طيب زي النهاردة ولكن في 2005 الاهلي بيقصوا على النجم الساحلي بسلسية رائعة لمحمد ابو تريكا واسامة حسني ومحمد بركات دوري ابطال افريقيا بطولة الاهل الغالية دايما ده كان زي مبارح بالزبط من العام 2005 انا بس ايه جون جميل جميل والله انت اللي جميل يا كابتن حمد رحمة الله على كابتن حمد امام ومحمد عبوهاب اه طبعا يعني انما جون جميل شوف الانفعال اه 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 العادل وبيعلق لماطش النادي الاهلي المهم لكن انا عايز اسألك سؤال بقى اه يعني انا بصراحة حاسس ان فيه تقسير فيه تقييم اه كابتن اسامة حسني واحد من ابرع اخصر المهاجمين اللي شوفتهم في حياتي اللي بيلعب ضربات الرأس ايه صحيح وكل جواله حاسمة وما ينزلش مرة الا ما يدي لك ضربة ولا اتنين بالرأس يخلص لك الليلة ماتش اربعة ثلاثة اه ازاي الجدع ده اه وقد كده وبعدين خدمة الجنب بقى الجنب والتايمين بتاعه لقد عنده توقيت وعنده اختيار مكان لا فرود 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 يعني محدش يعني لو خصله عدد اهداف المؤسرة هتاكد واحد من اكثر اللاعبين المؤسرين شأنه شأن الكابتن محمد رمضان الناس لو تركز معهم شوية هتعرف قد ايه عظمة الاتنين دول صحيح طيب المونس عدل اشار لكابتن حمد المصرية اللي كان بينهم عشق كبير جدا ده في الاهل وده في الزمالك والتاني موت علشان الاول مات بقول لكم حاجة ما تحصلش الا في الافلام العربي كابتن محمد الجندي عليه رحمة الله واحد من اساطير الاهل في بداية الكورة يمكن في بداية الدوري فاز مع الاهل بتلاتة دوري وكان واحد من نجوم التلاتينات والاربعينات لغاية لما دخل بداية الدوري وخذ تلاتة دوري مع الاهل غير دوري القاهرة الكابتن الجندي مدرب كبير قاد الاهل وقاد المنتخب الوطن والمنتخب العسكري ومرن الاسماعيل ومرن القناة لكن كمان مرن المحلة وفازلهم بالدوري المرة الوحيدة في تاريخ غز المحلة موسم 72-73 مدربهم الكابتن الجندي عليه رحمة الله اعتزل التدريب في 1980 لما لأنا بقول لكم المفارقة العجيبة هو كان صديق المقرب جدا السناء بتاعه كابتن حنفي بستان عليه رحمة الله نجم الزمالك الأشهر أيضا كابتن الجندي يوم 13 نوفمبر زي بكرة بالزبط توفاه الله كابتن حنفي بستان سهران في نادي الزمالك كعدته خاد الجرنان طبع أولى وروح روح البيت أرف الجرنان أن الجندي مات عارفين عمل إيه؟ مات هو آخر نام قضي الأمر توفاه الله عشان يدفنوا الاتنين في يوم واحد صبيحة اليوم التاني قضاء الله بصوا السنائية العاطفية والعلاقة الوجدانية وأقدار الله سبحانه وتعالى يرحل حنفي بستان حزنا على رحيل السناء الشهير معاه كابتن محمد الجندي هي دي كانت الروح وهي دي كانت العلاقة وهكذا كان الأهل والزمالك من أكتر الناس اللي كان كابتن صليح هتحدث عنهم باحترام شديد جداً وحب الكابتن حنفي بستان الكابتن الجندي واحد من زرافاء هذا العصر وأولاً اللعيب احترف في انجلترا وكان بيسموه البرينس وهو يعني كان يمشي كده يعني وش الفوق صدر القدعم يتكلم بيدو ويدي لك الإفهاد وهو بيضرب أذكر مرة كان بيحكي لنا بيضرب منطقة بمصر ففيه فرود ما كانش في القلب الزمالك بالمناسبة يعني خابط في السرد باك بتاع الفريق المناسبة ووقع على الأرض كابتن الجندي راح نزله ايه عفلان انت كويس قال له انك كويس ما سيشايف اللعيب اتنين يا كابتن قال له قوم قوم حتكتر علينا الدفنس ورح ورح راح 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 تكتر علينا الدفنس يا شهر أربعة ثمانية يعني يديدولك على ايه سرعة البديه يعني يعني حتى مش ما ظنش انه سعب يعني انما قال القفة يعني ايه الفرح منور على الكابتن الجندي والكابتن حنا في بستان وعلى روح الزمن الجميل نطلع لفاصل وبعد الفاصل ايه الاهل الزبست من زميد الاست اهلا بحضراتكم من جديد قلتلكم في بداية الحلقة انه ملك وكتابه وهو بينتهج فكرة الرد على الافكار بالافكار الحقيقية ومهاجمة الافكار المضللة او المدلسة او المستهدفة قيمة النادي الاهل عشان كده كانت فقرة الاهل الزبست من زميد الاست ليه قبل ما جيلكم على الفكرة والمعايير الحقيقية اللي فيها خلينا اقول لكم الاول ان النهاردة اعلن من خلال جايزة او لجنة المنظمة لجايزة جلوب سكر انه النادي الاهل مرشح لجايزتين الافضل ادي بقيمة افضل عشر اندية على مستوى العالم ودخل الاهل كمان تصويتا على الافضل في الشرق الاوسط الاهلي في القيمة العشر الاوائل على مستوى العالم بصوا جماعة عشان لما اي حد بقولك اهلاوي وافتخر اعرف انه مش بيبالر واعرف ان الاهلاوي لما يقولك انا بافتخر فهو يدب يعبر تعبير بسيط اوي على قيمة هذا الشعور الحقيقي انه ما في شي يدعو رياضيا في مصر في تاريخها للفخر والزهر اكتر من النادي الاهلي وما يحققه النادي الاهلي بكل الوضوح انت النهاردة بيتصوت ضمن افضل عشر اندية في العالم داخل رأسا برأس مع مين انتر ميلان الايطالي طبعا في اسيا هو العين الاماراتي منشستر سيتي الانجليزي باريس سان جرمان الفرنسي ريال مادريد الاسباني بوتفوج البرازيلي بايرليف اركوزن الالماني اثليت كومنيرو البرازيلي اطلانطا الاطالي سبورتنج لشبونة البرتغالي وبريس سان جرمان والنادي الاهلي هنا يدخل هذا التصويت على هذه الجائزة اللي سبق انه خدها في عشرين تلاتة وعشرين كافضل نادم في الشرق الاوسط وطبعا لما قول الفوتنج بدأ اطمنه ان جمهور الاهلي حول العالم ما شاء الله عليها ما بيتوساش والاستفتئات دي بتقيس حجم الشعبية وحجم التفاعل وحجم الكتلة الاهلوية وحجم المتابعة شديدة المتابعة والحريصة دايما على التفاعل معنا ديها يعني اتمنى ان الكل يهتم بالتصويت ويهتم بالمشاركة ويهتم بالتفاعل ويزبط للكل انه للاهل جمهور يحميه لا ويزبط للكل كمان نسترد بقى الكلام الاهل مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم لان عظمة النادي الاهلي هنا ان يراه العالم وراه كل هذا الجمهور هم مش فاهمين ايه النادي الاهلي اللي موجود في افريقيا ده عشان ما يخلش بين الكبار يخافوا منه في التصويت يعني مجرد وجودك وترشحك هذا امر عظيم جدا طيب زي ما هو الاهلي في الانتر كونتيننتل البطولة اللي بطولة القارات والاهلي خد كأس التلت قارات افريقيا واسيا والمحيط الهادئ والناس برضو ما عجبهاش سيبك من كل اللي قاد اول امبارح كان مؤتمر البطولة في قطر المؤتمر الصحفي للبطولة اللي اعلن عن ترتيبات ونظام تذاكر نصف النهائي والنهائي مباراة يوم 11 اللي هتجمع باتشيكو المكسيكي بطل امريكا الشمالية مع بطل امريكا الجنوبية الفريق البرازيل اللي لازل ما يتحدد بعد يوم 11 الفائز من هما يلعب الاهلي ان شاء الله تعالى يوم 14 الاقبال الكبير على تذاكر نصف النهائي مباراة الاهلي تقريبا خلت تذاكر اعتقد تكون خلصة لانه قبل الهواء بساعة كان كل المؤشرات النباية ارقام بسيطة شوية الاقبال على مباراة الاهلي في نصف النهائي ربما يفوق الاقبال على تذاكر الفاينل اللي طرفه من المؤكد ريال مدريد انت عارف التذاكر نازل بكام واحد بعد هالي من هناك صديق يعني ايه في التذكارة اللي في البنوار 75 دولار اعتح سيبها بالرسمي 35 ألف جنيه اشكرا وقي عشان على كده وانت نازل طيب الاستاذ حسن بن ربيع الكواري عضو اللجنة المنظمة لكأس لكأس القارات للاندية في الدوحة تحدث عن النظام وقال كلمة هتدايق ناس هنا شوية بس نستحملوها نسمعوها طيب كل مباراة تعتبر بطولة وليها كاس لما لعب الاوكلاند مع العين كاس كاس مكتوب عليه كده كاس مكتوب عليه الثلاث قارات واخد بال كاس التحدي اللي جاي كاس التحدي كاس الأمريكتين بينهم كاس بينهم كاس اذا هناك جؤوس مقدمة عليها اسماء المسابقة اللي مش عايزي مش هتقدر تقول له تخش تنخش ليه طيب قولي استاذ برايم والله جد كل أهلاهم ما هي نزعيكش يا جماعة حطوله الحقيقة حطوله الكواري حطوله غير حطوله الفيفا وخلاص ولا تحطوله خالص لا انا نفسي جمهورنا بجد لا 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 استاذ برايم او عطوله الجمهور كده انا عايز كل مرة حاجة غلطي صلاحة بس صلاحة بالتاريخ وبالحقيقة مش بوجد النظر ولا التحفيل ابعدوا عن التحفيل لان التحفيل بيقل القيمة انا عايز الحقيقة اللي هي هي انت بتقول انت حر انا اطول منك لا خلاص نقف جنب بعض نقف جنب بعض اه ومش معنى كده ان انا عايزه بجنبك لكن نقف جنب بعض عشان الناس تشوف بس طيب هو عموما بص يا جماعة ما حدش بينشغل باي حاجة الا بالشغل انت الاهلي ما عندوش وقت يفرح بجد الاهلي بجرد ما بيكسب بطولة على طول تاني هم بيبصل للي بعده عايش باستمرار لكن فكرة انك تلاقي حد يقلل من قيمة ما تنجز هو ده الغلط هو ده الغلط ليه من مش الكل يفرح بيانجازه ما الناس كلها تركز انها تعمل زي ما كابتل خطيب قال قبل كده مرة قالك الناس مش مش مركزة تطور نفسها قد ما مركزة انها تقلل منك انت هي دي المشكلة علشان كده على فكرة جات الفكرة بتاعت الاهلي الزبيستن زميد الاست الاهلي الافضل في الشرق الاوسط لما حد يقولك مين اكبر قلعة ومين اصغر قلعة بدون معايير موضوعية الاهلي ما بيعملش كده الاهلي لما بيقول انا نادي القرن في افريقيا انه معاه وسيقا من الاتحاد الافريقي الجهة المانحة لهذا اللقب بتقوله انت نادي القرن في افريقيا الاهلي لما بيقول اننا الاكثر تتويجا في الالقاب في كرة القدم لانه عنده رقم بيقوله انتواخد مية اربعة وخمسين بطولة متنوعة في كرة القدم طوال تاريخ اللعبة ده رقم اذا فيه رقم هنا بيئيس وحدة التميز الاهلي لما يقول اننا التاني اكثر تتويجا في البطولات القرية بعد ريال مدريد لانه فيه رقم وفيه جدول فانا اكبر قلعة هي الفكرة مش بالكلام الفكرة بالحقيقة عشان كده الحقيقة مع فريق الاعداد مشكورين كلمة الشرق الاوسط ربما مصطلح يستخدم سياسيا اكتر منه الرياضيا وبيشار اليه دايما في المنطقة اللي هي شمال افريقيا مع منطقة الشام مع منطقة الخليج العربي والجزء الاوروبي المتداخل زي تركيا وابرس وغيرها حوالي 19 دولة محدش انت بتكلم على ثلاث قرات يعني افريقيا واسيا واوروبا محدش معني في المستوى الرياضي لانه مفيش بطولات بتنظم بين دول الشرق الاوسط لكن بيشار اليه كان فيه دورات يا أستاذ فريز ما بتنظم في ايه كان فيه دورة اسمها دورة البحر المتوسط حاجة والشرق الاوسط حاجة انا بتكلم على هذا التقسيم السياسي اكتر منه تماما اشكرك فحبنا وبشكر فريل اعداد الحياة لانه تعب في الحكاية دي اوي طيب مصر نديها الاول حظر للألقاب النادي الاهلي لانه عنده بطولة الدوري للألقاب القرية وحبينا نوحد وحدة القياس وانا هنا بتكلم الناس اللي بتقول اي كلام في الهواء انا الاكبر انا الاشهر انا لا لا تعال نتكلم على الارض بارقام وحقائق وكلام منهاج شوية انا بوحد معيار بطولة الكاس بطولة متغيرة من دولة الى اخرى لكن البطولة الاكثر جدية واكثر قياسا للتفوق بطولة الدوري بطولة النفس الطويل فقلنا هنشوف في كل دولة من دول الشرق الاوسط مين النادي اللي واخد اكبر عدد لبطولات الدوري اذا ده المقياس المحلي اللي منضبط شوية او منضبط كتير على المستوى القري كل نادي في دولته من دول الشرق الاوسط واخد الالقاب القرية اديه كم عدد القابه القرية وبعد كده نشوف مين الاوضف في الشرق الاوسط عشان ما نبقاش زينا زي غيرنا بنقول كلام في الهوى او بن الداعي كانت هذه الدراسة الدقيقة اللي انا مرة تانية بحي الزمل في الاعداد عليها بهذا الشكل اللي انتو شايفينه مصر نديها الاول الاهلي واخد بطولة الدورة 44 واربعين والقابه القرية 27 يبقى عنده توتلي 71 لقاب ما بين بطولة الدورة والالقاب القرية تونس الترجي 33 دورة و8 القاب الاردن الفيصالي عنده 35 و2 قرية البحرين فيها المحرق البحريني عنده و2 قرية السودان الهلال عنده وما عنده لقب قرية ابرز فيها بويل نيقوسي عنده 29 وما فيش لقب قرية المغرب الوداد عنده و6 السعودية الهلال السعودي عنده 19 و8 تركيا فيها جلات السراء عنده 24 و2 الكويت عنده فريق الكويت عنده 19 و3 الجزائر عنده شبيب القبال حقق 14 دوري و6 القاب قرية قطر السد عنده 17 و2 ليبيا الاتحاد عنده 18 و0 سوريا الجيش السوري عنده 17 لقب دوري وبطولة قرية الصمال أخيرا مقدش يوسيتي عنده 8 ألقاب في بطولة الدوري وما عنده أي ألقاب قرية فعنده 8 ألقاب فقط ده الشغل الصح قوي وده العمل المنهاجي جدا وده المعايير الدقيقة الدين معيار ويئيس عليه لكن كلام أنا الأكبر وأنا الأصغر وأنا الأشهر الأرقام هي اللي بتأكد وأعتقد دراسة مهمة لعلها الأولى من نوعها اللي بتئيس حجم بطولات أكبر أنديت الشرق الأوسط أنت متفوق على المستوى القري أنت متفوق جدا على المستوى العربي أنت طبعا متسيد على المستوى المحلي كمان على مستوى الشرق الأوسط أنت الأفضل في هذه المنطقة تعليقك تعليقي إن هو ده الشغل اللي أتمنى أن نقدمه أن نضع الأرقام والحقائق أمام الرأي العام وكل واحد يصل للرأي اللي بيرياحه في واحد بعد كل يقول لك ولو أنا عندي البطولة بمية ماشي إذا كان فيه عندك معيار في العالم بيقول إنه البطولة بمية حطه لنا عشان نضرب لك بطولتك في مية لكن أنا بتكلم كيف هراك الآخرون لأنه هو ده الحقيقة ده التقييم الموضوعي اللي فيه أمتك أمتك كيف هراك الآخرون مش إن أنت شاف نفسك إزاي ومن حقق تشوف نفسك كويس ومن حقق تشوف نفسك أحسن واحد لكن إحنا بنحطك دلوقتي مع الرأي العام في مواجهة تاريخية رقمية لا تقبل الجدل الحقيقة فتحة التصويت على هذا اللقب كان الأهلي متصدر التصويت على الأفضل في الشرق الأوسط هتقول لي ده اختيار الجماهير رائع جدا واختيار الجماهير بيعبر عن حجم الشعبية ومستوى التفاعل وحجم النادي وقيمة النادي وانتشاره ومكانته واقتناع محبيبي قيمته على فكرة أنا قبل ماجي لا للتسعة واربعين وتسعة من عشر أنا قبل ماجي وصلتني أرقام والعين خمسة واربعين وتسعة الأقرب آه آه يعني 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 أرقام تجاوزة حاجة وخمسين إذن الأهل الزبست من زميد الاست حقيقة رقمية بجدولها وفي التصويت الأهل المتصادر ده تصويت الأكثر الأول في أندية العالم بين العشر الكبار الأهل في سباء للقب الأفضل في العالم دول 12 نادي قائمة 12 نادي طيب أتمنى مزيد من التفاعل وأتمنى مزيد من الهجمة الأهلوية القوية تعرف يعني على عملية التصويت عارف يعني إنك تكسب للإستفتاءات حتى لو أنت مش مش أخو نادي في العالم آه آه لكن ده ما تخلش معاه ما يعرفش يكسبك في الإستفتاء آه شعبيتك آه اللي الناس أيضا ودي يعني يعني الناس أيضا بتحوط نقشها وتفصلك فيها آه آه وعندما يعييك الحيال تبتدي تقول أنا عندي بداية قارن بداية الواحد بعشرين والواحد هذا كلام يعني تضيع للوقت ولكن الحقيقة التي نضحها أمام الأجيال دائما السابقة والحالية والقادمة اقرأوا اقرأوا التاريخ جيدا وما تدل عليه الأرقام لتشعر لتشعر بنعمة أنك بتشجع النادي الأهلي أنا أستاذ إبراهيم كنت في أهلي نعمة كبيرة طبعا ما تخليك كده عايش توطرك أنك تطلع التاني في أي وقت أنت زعلان أنت جاي بعد ريال مدريد وتلاقي نتكلمك عايزين دعم عشر ريال مدريد يعني بتطلعك في عدة فأنا كنت بتتنقش مع ناس من محبين النادي الأهلي قوي قوي فعاعدين بيقولوا والأهلي والمفروض يحصل والمفروض فسيبوا الأهلي بطريقته لأن كلها شجعت الأهلي بما تفعله مش بما تريد أن تفعله ورغم طموح مشروع لكن تبدل شوف واحد من أصحابك قوله ما تيجي تشجعني ونشجعك بقال لي يا رجل قلت له طب ليه عايشين مش عارشين تستمتع بما يقدموا النادي الأهلي ما هوش الكمال نقدر نعمل أحسن والله نقدر كل عمل محتاج تطور بنسعى أيوة بنسعى لكن من قال إن الساعة لازم يجيب النتيجة تشوفها بسرعة أو هي دي النتيجة اللي أنت شخصين عايزها كما نيمكن أنا عايز حاجة تانية نحن على مستوى الجماهيرية أي شيبوا شيبوا ده هيقول عرّف الناس مفترض بالزبت بالمالعب بس فيستو فيستو فيست كده أربع مرات أو ثلاث مرات حاجة أحكيلي أول أول مرة طبعاً لما شفته طبعاً كان في معسكر النمسا آه في المعسكر حلو طبعاً ما أتكلم عني طبعاً مش عراف أدي له حقه كابتال المحمود بتعم معنا طبعاً كابتال خطيب بتعم معنا طبعاً أنت محب من كابتال خطيب من زي من أصلاً طبعاً وليسه علي يا كابتالüyor طبعاً مفيش حد محبش الكابتال لم �егم resistor الخطيب طبعاً ولما تعملت معاه حبيته أكتر طبعاً طبعاً احكيلي اللقاء الأول احنا عدنا دقتين في الزبط دقتين والله قالك البدين فيهم قال لي عايزك تركز ما تشغلش بالك بحاجة تاني حاجة ما تخسرش جمهوري النادي الزمالك وانا لحد وقتنا هذا انا مش هنصاله الكلمة دي وانا لحد وقتنا هذا عمري ما يخسر جمهوري الزمالك تكابت الخطيب اللي بيطلب مننا رئيس النادي الاهلي وانت جاي من نادي الزمالك قال لي تركز ما ركش دعوه بحاجة وقال لي ركز في المالعب ما لكش دعوه بأي حاجة تانية وما تخسرش جمهوري النادي الزمالك ده إيه اللي احترام ده والله العظيم انا بدلت بسطله جده بسطله طيب الكلام اللي قاله أمام عشور لما قعد مع الكابتن الخطيب ما تخسرش جمهوري زمالك دي رسالة بتوجز يعني ايه ما تستفزش تكلم باحترام تصرف باحترام ما تتعلقش ما تتشغلش انك تبعت رسالة ما تخسرش الناس لا ما تخسرش الناس لها كل اللي أنا بقوله ده بقى عشان الناس اللي كانت بتزعل لما بقول أنا مسؤول عن ابني وتصرفاته لما يجيلي لأن أنا بقوله كده أنا بعلمه على ده ايه إذا التزم معايا يبقى أنا كسبت واحد وصححت مصاره وهو ده اللي يتحاسب عليه الأهل لما تقعد بقى أنك عايز بس تسخن وتعمل تحفيل هذا الكلام لا يعنينا هذه هي نسخة إمام عشور في الأهل لما تحدث عن زميله تحدث محترام شديد جدا تحدث بتواضع كبير جدا لما تبص الكلمة دي خليته عمل إيه ما تخسرش جمهور الزمال اتكلم على زمالك إزاي أنا رحت الزمالك وعملت كذا وعملت وغي واحد غيره يعمل حلم حياتي وأنا طول عمري وكنت موجود غلط في الأهل لا ما عملش كده لأنه ما حدش هيصدق اللي بيعملوا كده دول غالبا الناس بتقوله هو بيقول كده عشان موجود في المكاه ويراضي جماهير بتاعة النادي اللي هو فيه لكن لما أنت تطلع بالمصدقية تقول هذا الكلام أولا بتحترب عقلية المشاهد ثانيا بتكون مقدر وبتقدم نفسك كراجل يعترف بالفضل لاصحابه أضاف إليه وأنا كنت عايز وأنا كنت عايز وأنا كنت عايز وبعد نروح للنادي لآه يوم يطلع وعد يقولك شوفت بقى أسنو بيحب كذا وهو مش طاي نفسه لا لأنه هو علاقته بالنادي لقالي بقى اللي بترجبة كلام أنا عادت كذا وعادت كذا تعلمت كذا وكسبت بطولة كذا وأنا أوعد بكذا لا القادم يحاسب عليه الكابتن إمام عشور سواء أداء وأعتقد إن إمام عشور يعيش حالا من من النقلة النوعية في تاريخه بحجم البطولات اللي تحققت في موسم أو أقل فكان طبعا كابتن شبير مش عايز أقولك كان منفقا هو الراجل بيقع في قعد الناس قدام وخليه تتكلم وينكونش حتى ساعة بقى سئلة تبدو وكان يسأل بيه لكن عشان تتكلم في الحاجات اللي الناس بترددها بس بمصدقية إمام عشور مؤكد أنه طلع كسبان من حلقة الأمس وهو المطلوب القناة طلعت كسبانا بحجم المشاهدة كابتن شبير هو كابتن شبير صحيح أخذ بالك صحيح بحجمه وزكاءه وتناوله الأمور أي أتمنى كل التوفيق لنجوم النادي القالي وخاصة نجمنا اللي هو كان يعيش ظروف سيئة الفترة اللي فاتت طيب يمكن وهج الحلقة أنه النهاردة لعله كمان من المكاسب اللي تمت تمت تسوية مشكلة إمام عشور مع المحامي فرد الأمن في المول والقضية اللي كانت وصلت إلى صحات المحاكم وصدر فيها حكم ضد إمام وكان الحكم غيابي وتم تقديم المعارضة عليه لكن النهاردة أعلن بشكل بين كل الأطراف أنه تم التصالح ونشر إمام صور له مع المحامي أو مع فرد الأمن والمحامي بتاعه وأعلن أيضا محامي فرد الأمن عن هذا التصالح وقال أنه تمت التسوية تماما وأن الرجل فرد الأمن أخذ حقه رد اعتباره أدبيا ونفسيا ومعنويا وماديا تم تعويضه علشان ييجي المحامي الكبير الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي واللي كان مطلع كان وكيل إمام في هذه القضية يبدأ تقديم إجراءات التصالح أو مذكرة التصالح لهيئة المحكمة علشان الأمور إن شاء الله تعالى الفترة الجاية يركز إمام في الهولو كابتن خطيب ركز فقط في الملعب وشغلك وما تنشغلش بحاجة تانية وما تخسرش جمهور الزمالك دي كانت رسالة مهمة جدا لكل الناس حتى اللي بيحاولوا يقللوا من إمام واللي دايما فيه تربص مع إمام لدرجة إن أنت ما تفهمش الناس دي دمخها فيه إيه لأنه فجأة شوية يقولك أنتوا خدتوا ليه إمام ما كان بيفضل الزمالك عليكم لأنه لما رجع قالك أنا أعدت شهر بعد ما رجعت من ميتلند الدنمارك أعدت شهر ما أنتظر الزمالك فتلاقي اللي بيقولوا أنتوا خدتوا ليه ما هو كان قاعد منتظر الزمالك ما كانش بيفكر في الأهل للأسف هم نفسهم اللي بيقولوا الأهل عمل كبري للدنمارك عشان يوديه ميتلند ويجيبه فبعم هو كبري ولا نفع ما أنت لزا بتلوم الأهل إنه خدوا ضم إمام في الوقت اللي إمام كان عايز روح الزمالك فين الكبري فين الكبري بجد عشان تشوف الفنان الكبير القادير اللي أستاذ نبيل الحلفاء وقال لك ده ضرب للمنطق ده قتل للمنطق حقيقة ده قتل للمنطق لأن في الوقت اللي إنت بتلوم الأهلي هو في الوقت اللي بتتهم الأهلي بما لم يفعله يعني أصل كلمة كبري بتوديني اللي بيقولها ليه هو أنا محتاج أعمل كبري عشان أسيبك ليه يعني إذا كنت يعني ناورت وعملت حركات عشان أعمل كبري عشان أرجع عالنادي تاني يبقى أنت أنا كنت عايز أمشي فالأمور لو احترافية وببساطة اللي عايز يمشي يجيب عرض لو عجبك خده ما عجبكش استنى النهاية عاده يمشي الأمور كده فالكباري دي مش حاجة من كتر ما بتتردد تقول لن نفتك بتدافع لحاجة خايبة هو عمل كبري عشان مش عايزك عايزني طيب يا سيدي شكرا يبقى هو كان عايزني إنت ليه خليته يعمل وبعدين كبري إيه أبو ثلاثة مليون يورو ده ولا ثلاثة ونصر مليون ده 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 ثلاثة مليون دولار ده ده مش كبري ده بورج إيفل واخد بالك فمسألة يعني يعني الأوفاظ اللي بنقعد تشغلنا وننجرف إليها عشان حتى تخده بره عن العملية الاحترافية نفسها طيب زي بالزبط يا جماعة ودي برضو يريد تكون محتاجة شوية من العقل هو أنتو زعلنين إن الأهلي تسامح مع إمام عشور لأنه إمام عشور لما هتف ضد الأهلي ورموزه وهو ناشئ في نادي الزمالك زعلنين إن الأهلي ضمه برغم إنه هو حد شقاله عيب حد في الوقت اللي انتو زعلنين من تسامحوا الأهلي بتتهموا الأهلي بعدم التسامح في إعادة لعبين آخرين قولك الأهلي قاسي جدا الأهلي مش عايز ليه رجع عصام الحضري الأهلي ليه مش عايز يرجع رمضان صبح وتلقوا برامج شغلة نفسها قوي قوي يعني فيه أحد الزمل المزعين تقريبا مع كل ضيف يسأل هو رمضان صبح ليه ما يرجعش الأهلي وهو الراجل أصلا مش عايزه يرجع الأهلي بس هي التهم مبطن للأهلي بالجفاة والقسوة وأنه ما بيرجعش يا عم ده انت اللي كنت زعلان أن الأهلي تسامح وأنت عايزه متسامح ولا عايزه قاسي قوي قولينا بس في الحالتين بقولكو بيضربوا المنطق في مقدر لا يا أستاذ أبراهيم كمان في نقطة انت عمال بتنقشنا على أوضاعي فتراضية يعني عمال بتخلق وضح أنه فلان عايز يرجع وتمش عايزه يرجع ليه وهذا أمر ما فيش حد قاله يعني وهو الراجل بيلعب في نادي وملتزم مع نادي ونادي ما قالش عايزه يسيب وهو ما قالش أنا ملدق من نادي بتاعي يعني مشاعره مع النادي الآلي ده مؤكد ورمضان صبح مشاعره مش هتوبقى مع النادي الآلي هتوبقى مشاعره مع النادي الآلي لكن الواقع الاحترافي بيقول أنه في لحظة ما اتخذ قرارا الناس زعلان منه ويمكن زعلان منه على كلمة أص الطموح لكن مش زعلان منه كرمضان صبحي لأن رمضان صبحي عند الناس له قيمة فأنت النادي اللي قال لي ما تحطش المعيير غير واحدة لا عصام الحضري هل ظرف كابتن عصام الحضري زي ظرف واحد جاي لك من برة ما احنا قولنا بقى أنا مسؤول عن ولادي هم عندي وتصرفاتهم لما يعملوا تصرف مش متوقعوا منهم طبعا بيدايق بيخليك حاسب على حاجات تفاصيل كتيرة تقلت في وقتها مش عايزين عدة ما حطوش هي محاولة لإصارة اللعيبة اللي هي لأ اللي هي متضايقة وعندها احساس بأن الأهل مش متسامح معها بس عشان يطلعوا وتكلموا دلوقتي لكن حقيقة الأمر لأ الأهل بيقدر يوزن كل حالة لوحدها الأهل مش بيتسامح ولا بيتصالح الأهل بيتسق مع وضعه ومبادئه وأخلاقه وقيمته فما يستحق التسامح والعفو مؤكد بيبقى ده موجود لكن بلاش إطلاق مفاهيم عامة مغلوطة جدا ومش موجودة الأهل بيتصرف وفقا للنوتة بتاعة النادي الأهل هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف إمام عشور إزاي كمان في مرمى التربص بقسوة أهلا بحضراتكم من جديد إمام عشور لاعب موهوب انتقل من متلند الدنماركي إلى النادي الأهلي وناصر ماهر لاعب موهوب ابن النادي الأهلي من مراحل الناشئين انتقل أيضا من مودرن فيوتشر إلى نادي الزمالك وهو ابن الأهلي وحمد حمدي وحمد وعبد الله السعيد وغيره كتير لكن للأسف مع إمام هي مصطرة واحدة وفي حالة من الحوال الإعلامي في التعامل معاه مش شايفين إلا إمام الكابتن خالد الغندور كان معاه الشاعر وستاذ عمر الشيخ وبرضه رؤية حد شوية مش في الإعلام الرياضي ربما رؤية بتبقى مختلفة شوية نشوف لما سأله على إعلام وخصوصا أنه هو ميوله ولي حصل وهو رجل زمالكاوي لكنه كان عنده قدر من الأمانة في الرد على خالد الغندور إمام عشور وهو مثال مهم جدا للاعب موهوب جدا طبعا شخص تربع على حب الزمالكا منذ الصغر مع والده وكان بياخده المطشاط وكده وشفناه ووصل لمرحلة أنه هو من كتر تعصوبه وحبه للزمالك أصبح تطاول على رموز الأهلي ولسه يعني كابتن الوليس لما كان مبارح موجود يعني يمكن تعرض للضرب منه ثم وكان يبوس الشعار والزمالك هو حياته وحب حياته ثم انتقل للنادي الأهلي فأصبح يغني أغاني النادي الأهلي وأصبح يبوس شعار النادي الأهلي وأصبح أهلويا بصورة كبيرة جدا بل أصبح يحتفل ويغني مع جمهور الأهلي ده بتشوفوا إيه؟ ده يعني تشوك يعني فيه فيه صدمة عقلية أنا بتكلم جد والله فكرة التغير الغير طبيعي ده؟ شوف أنا هقول لك وجهة مصرية مفهوم الاحتراف غايب عننا عشان إحنا عاطفين جدا آه فالجمهور من جواه مش قادر يستوع بأنها لله حصلت في مصر وفي العالم في آخر خمساشر سنة آه يعني أنا زمان كنت متأكد أن لعيب الأهلي أهلاوي أكتر من الجمهور ولعيب زمان كنت أهلاوي زمان كنت أكتر من الجمهور صحيح إنما دولتي لأ آه تحولت تحولت طبعا آه أصبحت شغل آه وبصراحة اللاعب مش مسؤول عن الحلم اللي اتعامل حواليه آه مش مسؤوليته آه إمام في رأيي أنا آه أسئلة هو زمان كنت أهلاوي ده سؤال متأخر هو إماماوي وده ما يعبهوش إماماوي آه بيشجع نفسه آه الراجل زي أي واحد ظهرت له فرصة عمل في مكان أفضل آه إنما خطأ اللي حصل في الأول هو خطأ إيه؟ إن تسقيف اللاعب خاصة لما بينتقل مش موجود ثانيا كان موقف إدارة الزمال عظيم السلبية أنا لعيب رحشة رموز في مكان آه أنا كان إيه موقفي آه ولا حاجة تعبير من شاعر عظيم سلبيا عظيم السلبية عظيم السلبية أم أنا بقولك مش هايل عليه أقول سلبي سلبي جدا ده هو سلبي أوي يعني فقال عظيم سلبي السلبية السلبية لكن أنا بس عاجة أوجه قبل ما نقش تعليقاته الرصينة هذا الشاعر الرصين عمر الشيخ الكابتن خالد واحد يترب على حب الزمالك وبيروح مع والده طيما أنت كنت بتقول أنا كنت مترب على حب بالأهل وأنا بروح مع والدي صحيح لكن لعبتي في الزمالك فحبيت الزمالك فخلاص وبص لشعار الزمالك وخلاصنا هو الثاني عمل نفس الشيء أولا هو مش من نشيء نادي الزمالك هم المحلة حرص حدود جاء لك وبعدين راح مثلا أنت سيبته مش عايزه زي فكرة بسرمه يجي وقولك إيه التحايل في إسلام الشاطر يا عم أنت واخده وأنت مش عايزه خدته وقعرته بعدين في شهرين لاتحاد جد الرجل فعل شرط جزائي أنت كنت حطه أنت مش عايزه لكن يروح لقاله يتقلق بقى كباري ها كبار هتلاح يقولك إيه إيه كبري الجد هو اللعيب اللي اللي يعمل في معنى الاجتماع الخلع يعني هو ده كبري يعمل كبري ليه يا عم اللي مش حاببني أنا شعاري أنا مبدأ اللي مش حاببني مش عايز مكسبي النتيب إنه يمشي بس إيه بينه بينك الحقوق الحقوق يلا تعالي نجيبها تستفيد أنت تستفيد أنا ولا في مشاكل اي ما فيش العلم يتعوضش العظماء على مستوى العالم يتعوضوا وانا سابق قلتلك ريال مدريد ساب أو كريسيان ساب ريال مدريد سابوا بعض فتقلق بنزيمو واخد البالندور واخد بطولات واخد واخد وراح التاني عمل تاريخ وهو هل الفكرة عمقاري اللعيب العظيم هو اللي يفيد فرقته ده اللعيب العظيم اللعيب من حقه زي ما أستاذ عمد الشيخ قال حاجة مهمة جدا هو أي لعيب حيبقى دلوقتي زمان آه كان اللعيب بتصنف لأنه ما كانش فيه مواسم استغناء هيروح فين فبيحب المكان لا فيش احتراف هوية رغم أن لو أنت كان كان مواسم الاستقالات كل 3-4 سنة كنت حتشهد حالات انتقالات مؤكد زي ما كان بيحصل صحيح فمسألة ان هو بيحب مين أكتر خلاص هو دلوقتي مجود بيحب المكان وفخور به وسعيد بما عققه كلامه صحيح من مطولات هو أي وحد هي عايزة أستاذ عمد رينف سبت شغل اللي أنا بموت فيه ورحت في منطقة تانية لقيتني عمالة رأقى وكسب فلوس أستاذ عمد الشيخ قال له قال له هو جات له فرصة في مكان أفضل والناس مش عايزة تعترف بدا حتى إمام برح لما كابتن شغير بيقول له قال له مفيش لعب في مصر يرفض النادي لأه هو لو كان عارف لو كان حتى حتى جدل يعني ودي برضو ممكن تبقى في لحظة تحصل هو لم يخير بين القلب زمالك وراح الزمالك للقلب ما كانش معني ده أنا احترمت في دي خالص بجد يعني وهو لما حكى لما كان بيميس ولا بيغير كل كلامه كان فيه صدق قال لك أنا عشان خرجت من الزمالك هعايز أرجع للزمالك وده اللي عملو لما أساءل للأهل وأساءل والرموز وأساءل وليس سليمان كان صديقا في اعتذاره وما كانش عارف نحي يجل آمل صحيح هنا قيمة الاعتذار انت مش بتعتذر زل بيتوب يعني على فراش الموت تبت إليك يا رب يا عم انت بقى لك لكن لو تبت وانت بكامل صحتك تقبل التوبة الصدق هو أن تفعل الشيء في المرحلة اللي انت مش مضطر إليها أستاذ برعيد ده الصدق وتاني وتالي ورابع ارجعوا لكلامه كابت القطيب قال لي كذا هي دي دي مدرس الأهل اللي بتنعكس ينجابين على اللاعب ومواصل حتى تتوبة هل شققت قلبه يعني هو كل واحد ربنا هرب قلوبه أدرب كل واحد أنا بتكلم آه لأن الله بس ربنا حط شروط للتوبة قال لا تعود إلى الفعل وأن تكون صدقا بالتوبة النصوح طيب خلد الغندور سأل الأستاذ عمر الشيخ برضه استخداما لإمام عشور وكأنه عودة إمام عشور من الاحتراف دليل فشل ضده وحب يقارن بينه وبين صلاح نشوف إحنا ليه صلاح لما بيقل في لقطة أو حاجة الناس بتنباهر لأنه عايش حياة طبعا ربنا هيسعده بس عايش حياة فيها قسوة على نفسه عشان يحافظ على جميته إمام عشور راح أول ماتش جاب جنب سبورت انجليش بونا كسر الدنيا خلاص بقى العالم بتده هيتكلم عنه خلاص بقى حتى أول رجل لطريق العالمية ما بيعرفش يتكلم ما بيعرفش يتكلم إنجليزي ما عرفش يتكلم فرسائي ما عرفش يتكلم أي لغة مش عارف يتواصل مع الناس مش عارف يتواصل مع المدرب لأ مش نجم في الحتة دي محدش بيسلم عليه هو ماشي ما عرفش إيه راح رجع مصر وانا عزره وقال إنه هو متعور وانا عزره وقال وبعت لهم قال لهم أقسم بالله أنا رجع تاني بص يا كابتن خالد يبقى التعليم مهم آه طبعا تعليم مهم اللي حصل مع إمام بره ده يعذر فيه ولي تهى التحادات الكرة اللي عندنا عملت إيه بالكابتن ميدو بالكابتن هانا رمزي عملت إيه بيهم والله يعني استفاد بيهم في إيه ولا حاجة يعني إيه اللي عملو يعني إيه اللي راح بيروح بيطلع حللهم مطلوب مش فيها في وزارة الصحة اسمها قوافل طبية ما بيروحوش تللي الناشئين آه ما يابوش ليه مشرفين على المنتخبات الناشئين مش بيمسك جهاز ناشئين في كارسة دلوقتي تسنين دي كارسة هو الموضوع مسألة احتراف مش إمام عشور أي لعب إحنا بنحاكم اللعيب على قرارات فيما تخص مستقبلها واختياراتها لعيب سافر ما ارتاحش في الغربة ما حدث لمليون سبب مش دروع نفنط الأسباب لأنها لا تدينوا مش عايزة تكمل مشروع الغربة بتاعي والاحتراف بتاعي أنا في مصري متدفي أكتر طب أنا أقول لك حاجة الكابتن عمر زاك كابتن عمر ويجن ويجن كان واخده وحطت شرط إنه جاب عشر تجوان إزا مالك ياخد خمسمائة ألف جنيس ترليني تخيل إن الكابتن عمر زاكي جاب تسعة جوان في الدور الأولاني وقعت هنا مرضوش تروح أجيب العاش رجع مرجعش يعني ما فيش نجاح أحسن من كده منهم جوان مبهرة أنا شفت له جون على الطاير مبهرة صحيح فيا جماعة والنبي متضعوش وقتوك وقتنا بصوا هي عايزين نسبة إيه في الأخ أيوة لو محاولة استخدام عودة إمام عشور دليل فشل فأتمنى كابتن خالد الغندور يقول لي طب وحازم إمام الموهوب الكبير رجع ليه من أودينيز الإيطالي ليه ما كملش مسيرته الاحترافية بموهبته شيكبالا ليه ما كملش لا في اليونان ولا في البرتغال مش بس عمر زاكي ده أنت لو جبت كتير جدا من لعبته الكرة اللي احترفه خالد الغندور لما راح كازم الكويت ما راح ورجع وهكذا فاستخدام هو ده جزء من التربص بإمام استخدام التجربة القصيرة لإمام مع متلند على أنها دليل فشل لا هو الراجل ما يتأقلمش لأسبابه والأخرى كنا نتمنى أن كله يتأقلم برا وكله فعلا النماذج دي تنجح لكن هو زي ما الأستاذ عمر الشيخ قال له هو جات له تجربة في مكان أفضل هو ده اللي خالد مش عايز يصدقه إمام جات له فرصة في مكان أفضل يعني هو حد كبضولة وإمام عليك محدش في مصر يقول للنادي الأهلي لا كل ده كوم يا جماعة واللي عمله الأستاذ يهاب الكومي عضو مجلس دارة اتحاده كورة اتحاد اللي هتنتهي وليتوا إن شاء الله تعالى عشر ديسمبر يعني برضو إيه نصبر شوية كلها أهل من شهر لا ما عشان كده قات تعرف عشان كده قات عشان كده قات أنا ماشي يعني لا هو اللي جواط هلع بقى قبل كده كانش بيقول تم تخيلين عضو اتحاده كورة يكلم بالوضوح ده في اتهام لاعب بالتخلي عن تمثيل بلده نسمعه عايز أعرف حجم الإصابة اللي لحقت بإمام عشور وحنتأكد منها إن شاء الله تكون سليمة لأن البعض البعض قبل المباراة همس في أذن كده وقال لي أنا بتوقع إصابة إمام عشور في الشوت الثاني حصل واحد من الأزقاء المقربين قال لي بقولك من دلوقتي إمام عشور حيصاب في الشوت الثاني قلت له ها أنت بتضرب الودع ولا صغف الله العظيم بتطلع على الغيب قال لي طيب خد مني وحتشوف إمام حيصاب ولا لا فقلت له ليه قال لي إصابة إمام هتكون عشان منتخب مصر الهالي بالنص الهالي بالنص فأنا كنت جاي على القناة وأنا في العربية فبشوف أو بسمع الماتش من خلال الراديو فقال إصابة وحملة على النقالة فأنا قلت ده إمام عشور فلاقيت المعلق بيقول إمام عشور فتحققت نبوءة صديقي اللي قال لي قبل المباراة إن إمام حيصاب في الشوت الثاني هو الحقيقة بس أنا مش فاهم هو إمام عشور يدعى الإصابة عشان من رح هما هو قبلها ما رحش منتخب مصر كان مصاب ما كان سليم ما خاء يعني هو يعني إيه إنت ليه واخدها إن إمام مش عايش يروح المتخب هو لم يتم اختياره وهو سليم فإذا كنت أنت تستشعر أنه كان مظلوما وقياسا عليه إنه هو بيردها ده مضيع خفصك أنت أنت رجل عادي والتحاد كورة بس إنك تطلع تقولها بالطريق دي أساس يهب لا ما كنتش هتقولها لو فاضل لك سنة ولا تنين ربما استعالى فكرة محسين الشحات مش مصاب وكابتن حسان ما خدهوش مقافشة مش مصاب وحسان ما خدهوش وغيره هي الفكرة كلها إيهاب الكومي بيقولك عايز أعرف حجم الإصابة يا رجل ده سهل جدا سهل عليك قوي سهل أن أنت ترفع السماعات تكلم الدكتور محمد أبو الحلق و أنت تعرف ليه مالإدارة المنتخب طبيب المنتخب تقوله أكد لنا موقف إصابة لا هو كاتحاد كورة حتى كاتحاد كورة وكمسؤول في اتحاد الكورة عايز يتبين من موقف لعب كاتحاد كورة أنت من حقك تعمل ده على فكرة بس مش تشنع عنده جمهور لأ تسأل طبيب المنتخب هو اللي بيتواصل مع طبيب النادي ويقولك إيه حجم الإصابة ده بساطة يعني ده في حالة لو كان فيه رغبة أن يروح المنتخب ما أكد كان الجهاز الفني حيتواصل عشان يروح عجب الإصابة لو هي عادة 48 ساعة كان هيخف لكن ما هممكن يكون كويس إنها جات كده والليلة مشت كده إن فيه إصابة يعني لكن أنت إيه اللي أنت تعرف ليه بمناسبة إيه إعلامي ولا عدو اتحاد كورة عدو اتحاد كورة روح ناقش الجهاز الفني أنتوا مش تكتوش ليه أنتوا ما طالبتوش ليه أنتوا كنت عايزين ولا مش عايزينه أنت عمالت تفترض افترضات وترد كما لو أن المنتخب أنت اللي بتحطه المنتخب له جهاز يا سيد ذهب هذا الجهاز ما تضيقش ما اشتكاش ما عقبش لم يكن معنيا أن يسأل ويعرف حجم الإصابة وبأنت حتى بتحرج الجهاز الفني وهو الدكتور أبو العيلة التواصل مع الدكتور أحمد جبال حوالين المصابين لأنه كمان رمضي عبيع ما هو كان بيختار دايما وكان مصاب لكن هي الفكرة على فكرة يمكن دي برضو من الحاجات الكويسة في القائمة اللي تقدم بها المونس هنا بريدة إن محدش فيهم بيشتغل في الإعلام لأن الدوبليكيشن اللي حاصل ده اتكرر مع نمازك قبل كده كتير والخلط ما بين مقعد الاتحاد ومقعد المزيع ودايما كانت بتعمل مشاكل كتيرة أحمد حسام ميدو زعل من اللي قالوا إيهاب الكومي ووجه له اللوم برضو نشوفه إذا كمل معاك مع اتحاد الكورة ورأيك في تصريحات الأستاذ إيهاب الكومي عن إمام عشور إن واحد من أصدقائه وقال له ده إمام هيتصاب وأنه لقى وهو ما يشي سمع إن إمام اتصاب وكده تصريحات غير موفقة لا تصحى أن تخرج من عضو مجلس درات اتحاد الكورة مع احترام الكبير المهندس للأستاذ إيهاب الكومي هو رجل في يعني في الأصل إعلامي صح؟ مزبوط يعني كلام يعني النهاردة هل أنت دخلت جوة نيت وجوة قلبي إمام عشور طب هل أنت على وإنت فعلا صاحبك قال لك كده هل ينفع أن أنت تطلع تقول كده لا وفي نقطة تطانية كم مهمة جدا أنت في موقع مسئولية أنت بتعلم عليه لا في نقطة كمان مهمة جدا أنت في موقع مسئولية الموقع ده يتيح ليك أن أنت تطلب من الجهاز الطبي لمنتخب مصر دكتور محمد أبو العناد بإجراء كشفة بقى لإمام عشور صح؟ صح؟ بس يعني كنت كتمتها ما طلعتهاش وودت لو ده حقيقة يعني القصة دي تمام يا كابتن حسام يا دكتور محمد كذا كذا نعمل كشفة طب هي القصة الحقيقة إبراهيم أن صاحب الأستاذي بقى هابب كومي قال له أن إمام عشور يطلع أصلا أنت لما تدور على القصة الحقيقية طيب ميدو قال له ما يسحش يعني في النهاية أي حد أي حد يعني مهما كان درجة تعصوبه مش هيقبل نعيد مجلس دار يطلع يلاقح كلام على على لاعب الوضوح ده هتبتحرض عليه يعني عايز إيه ما هو الجدوى من كلامك يعني بتحرض عليه طيب تكلمنا على اتحاد الكورة وتكلمنا على النتيجة اللي حاصلة بسبب هذه الازدواجية لكن أعتقد اللي حاصل على مستوى التحكيم في الفترة اللي فاتت بنبه الكل إلى المطلب العادل اللي ربطت الأندية مش بس الكابتل محمود الفطير كل رؤساء الأندية وشوفت الحج محمد مصرحي قال إن كل رؤساء الأندية طلبوا من الأستاذ جمال علام خبير أجنبي للجنة التحكيم والرجل ما جابش برئاسة الكابتن ياسر عبرقوف لإدارة المسابقة في الفترة دية لكن القضية اللي أسيرت فين الخطوط عمر فين الخطوط عمر كابتن عمر الشناوي حكم الفار في مباراة الزمالك والبنك الأهل مباراة الأزمة الشهيرة اللي اتحسب للزمالك فيها هدف من تسلل واضح جدا لمصطفى شلبي وكانت الحاجة الغريبة والعجيبة إنه حكم الفار ما بيرسمش الخطوط ودي أعتقد كل خبراء التحكيم استغربوا جدا إزاي ده ما يحصلش وإزاي ما يتقالش إيه السبب ومحدش اهتم على فكرة يعني كله راح قبل كده في موضوع محمد عاد لاصل التسريب ومش التسريب والكلام الفار لكن الفكرة كلها في هذه الجزئية أنا حقول لكم على مخرج المباراة مخرج المباراة وإنه هنا بتكلم على الأستاذ محمد إبراهيم المشرف على البرامج الرياضية في التلفزيون المصري ومش راجل أهلاوي ده راجل زملكاوي جدا جدا وكان بيترشح في انتخابات نادي الزمالك لعضوية مجلس الإدارة فالراجل أعتقد كلامه لما يتكلم على اللي حصل بينه كمخرج اللي حصل بين وبين حكم الفار اللي رفض يجيب الخطوط خالص ليه نسمع الأستاذ محمد إبراهيم المخرج بعيد تماما عن الفار طيب إيه اللي حصل إيه اللي حصل أستاذ محمد هنا في الحالة اللي حذك بتقول فيها دي المخرج كان وليد شرف للأسف هو الفار أو سيارة الفار ما طلعتش الخطوط فالمخرج هتطلع إيه هي ما تعملتش أفضل طيب ده كلام جديد بقى لحظة واحدة الخطوط ما تعملتش لأنه هو طبعا انت حذك إذا ما حذك عارف عربية الإزاعة الخارجية بتبقى بعيدة خالص عن الفار لو عربية الفار أو سيارة الفار جاهزك بيتصلوا بالمخرج بيقولوا الخطوط جاهزة خدها الوقتي أو في أي وقت فاضي هي للأسف ما حدش قالوا ولا حد أصل الخطوط ما تعملتش طيب طيب مخرج ملهوش أي علاقة سيد محمد معلش خلينا نقف خلينا نقف هنا لأن هذا كلامك ده بيرسم صورة تانية غير الصورة سمعناها أو اللي احنا عرفناها الخطوط ما تعملتش حضراتك متأكد تماما إنها ما تعملتش يعني حكم الفار ما عملهاش ولا اتعملت وما خرجتش للمخرج بص حضرتك والمخرج كده كده ما بيشوفش الفار هو بيعمل أنا فاهم أنا فاهم بس لو لو كانت اتعملت كان هيبلغ المخرج خدها على الهول وأكيد انت حضرتك عارف سيارة الفار بتتسجل الصوت فيبقى بين هو قال وين يعني هنا فيه احتمالين احتمالين لا مش احتمالين هو المخرج سألهم هل فيه خطوط عشان اخدها قالوا لا ما فيش كمان سألهم عشان يعمل شغله ده كلام جديد تاني وكلام مهم يعني سألهم فيه خطوط اتعملت قالوا له لا لا ما فيش خطوط مش هتاخد حاجة اللي بيناقش الأستاذ محمد إبراهيم ده الكابتن جمال البندور الراجل مستغرب ومش قادر يصدق يعني يقول له كمان يمكن اتعملت ومقلكش أو قال لك وما سمعتش قال له لا المخرج سأله فيه خطوط اخده قال له لا فحاجة وضع الحقيقة ما هو مين سرب الحكم اللي بيحبه عايز يكسب بطولة فين الخطوط عمر كل الاحتواء روح البروتوكول هل فيه حتة في العالم سمعت الألفاظ دي في العالم اتحورت واتنقشت في الألفاظ دي وبعدين تقول لي أستاذ أنا بريد ناوي يعمل وناوي يعمل أستاذ أنا بريد إذا كان ناوي يعمل تاريخ لنفسه لازم يصلح المنظومة لازم ما نسمعش الكلام الفرغ ده لازم ما فيش شفافية في إدارة التحكيم والحكام الحكام يا جماعة شلل وهم عارفين وبيتخانقوا مع بعض وبيجي لك وبيجي لتليفونات الخبراء إذا حبوا يتطفقوا يروح مصطرة واحدة يقيم ما تبص لقى كل واحد يقول غير التاني فلما حسوا إن الموضوع ده يعني ممكن يعني يلط المصدقية ابتدوا يتفقوا فتجيب خبراء من بره يقولك لأ عكس كلامهم تماما يعني أنتوا حتى مش موصلين الناس إنها تتحير أو تشك الناس على يقين إن فيه خطأ وخطأ موجه وفيه ناس بتدفع تمن هذا الخطأ واللي شايف وما بيعليكش يعني حتى في الجرامة السيد إبراهيم يقولك القتل الخطأ والقتل اللحظي العفوي والقتل بالتربص الفارده سبق الإصرار والتراصب عنده كل وسائل المراجعة فلما يحصل لا تكرر وتكرر وتكرر وكل مرة نقول أرفاز تجمل الواقع لما واحد ييجي يقولك حكم أصلي ده وقت الإدارة النتيجة قيلة يعني بيديني المباراة مش بحكمها أصلي أصلي ده روح البروتوكول روح البروتوكول يعني كل واحد يأخذ الحتة يستفت قلبه ما لنش دعب الصورة بقى إذا كنا عايزين نقول أصل هنجيب الحكم اللي يحب وما نشوف بقى عشان نفسه في بطولة كلام ويعدي حاجبي حاسب إحنا وصلنا إلى مرحلة أصلي إبراهيم ما تونش علينا نفسنا أكتر من كده طيب إذا ما هيش أزمة فار ومش أزمة خطوط ومش أزمة إخراج هي أزمة ضمير وأزمة الضمير دي هتشوفوها في الفيديو اللي جاي عاوز أقول لا المخرج ما لهش أي علاقة خالص لكل الكاميرات موجودة للفار لو إحنا شغالين باربعتاشر كاميرا بعشرين كاميرا باربع وعشرين كاميرا بعشر كاميرات كل الكاميرات دي رايحة منفصلة للفار ممكن كاميرا ما تكونش مواضحة للمشاه بس الحكم شايفها فيستدعي الحكم ما تكونش طلعت على الهوى خالص ويوريها له على الشاشة فالمخرج هنا ملهوش أي دور تماما طبعا أنا عارف وإن المخرج بيختار لقطة واحدة بس هي اللي بيختارها اللي بيختار بيها المخرج ودي النقطة اللي هحط تحتها ثلاث خطوط يا حكم الفار يا حكم الايفار مش كده ها طبعا منتهى الخطورة إن الحكم المخرج هو اللي بيختار اللقطة اللي يعرضها على الحكم يعني هو ده اللي بيحصل ها يعني بتاع الفار لو شاف إن فيه قصايت والمخرج ما جاب ما يعملاش اللقطة اللي بيختارها المخرج هو اللي بيطلع هاله آه لا لا عكس الكلام ده تقل آه لا لا يا أستاذ إبراهيم العكس طب هنعيد الفيديو نشوف محمد إبراهيم شراحة إزاي ما هم ممكن بتاع الفار ولاك ما جابهليش المخرج آه المخرج ملوش داخل خالص يبقى المشكلة عند مين عند الفار عند الفار طب نسمعه تاني فأنا عاوز أقول آه لا المخرج ملوش أي علاقة خالص آه لكل الكاميرات موجودة للفار لو إحنا شغالين باربعتاشر كاميرا بعشرين كاميرا باربع وعشرين كاميرا بعشر كاميرات كل الكاميرات دي رايحة منفصلة للفار ممكن كاميرا ما تكونش مواضحة للمشاهد بس الحكم شايفها فيستدعى الحكم ما تكونش طلعت على هوا خالص ويورهانه على الشاشة فالمخرج هنا ملوش أي دور تماما طبعا أنا 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 طبعا عارف وإن المخرج بيختار لقطة واحدة بس هي اللي بتطلع على الهوا بالتأكيد اللقطة دي اللي بيختارها اللي بيختار بيها المخرج وده النقطة اللي هحط تحتها تلات خطوط يا حكم الفار يا حكم الايفار مش كده؟ أه حكم الفار هو اللي بيختار المخرج الكاميرات كلها بتروح له اللي قطط هو اللي بيراجحها هو اللي بيختار المخرج حكم الفار عندي حالة محتاجة أنك توضحها بس دي الحالة الوحيدة اللي اسمع فاللقطة اللي بتطلع على الهوا اللي أختار بها حكم الفار المخرج بالزبط كده ولا المخرج هو الحكم فبقت المسؤولية الكاملة عند حكم الفار مش بس مرسمش خطوط لا كمان ما يبلغش مخرج المباراة باللقطة اللي عايز يطلع على ما يقدرش أه همان هو إيه ده 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 جوز من الحكم هل يقدر المخرج يوشش الحكم هنا ممكن يختار لقطة مش أمينة مين اللي ممكن الحكم الفار طب هو ده اللي حصل هو أنت هو لقطة مصطفى شلب دي وفي صحيح بوضوح مش محتاجة ما عملهاش خطوط أصلا عارف ليه ما عملهاش لأنها واضحة جدا كانت حتيجي نصف متر ولا حاجة يعني واضحة جدا فحيعمل بتاع إيه يعني يعني الموضوع طبعا فيه إرادة إن ما تتعردش عشان ما تتلغيش عشان حاجات كتير يعني شو يا جماعة الانتحاد ومن ثم الرابطة ومن ثم الأندية لأن الأندية دفع فلوس لطاقم التحكيم أو لعملية التحكيم عشان تتطور المسألة والتعاقد مع شركة لتقنية الفيديو اتصرف عليها كتير لكن العامل البشري محتاج شغل جامد محتاج شغل جامد في جزئية إنه لما يبقى كابتن ياسر عبرووف أخطاء فيها درجة من العمدية الواضحة لازم أن يبقى فيه قرارات بشكل واضح لازم الكابتن ياسر عبرووف هو عمل لسلة قرارات مهمة لأسرة الحكام أول ما بدأ بتعليمات مشددة حاول يسيطر على فكرة السوشيال ميديا وعلى فكرة تفاعل الحكام وتعليقات الحكام وخناقات الحكام يريد تشوفوا القرارات دي التي صدرت في صورتها على الشاشة لكن الأهم من كل ده مواجهة كل خطأ يحدث فيه شبهة عمدية لأنه يجاوب حكم الفار أو الاتنين اللي موجودين في غرفة الفار ليه الخطوط ما ترسمتش يعني كل عمال يلوم وكل عمال يدين وما حدش يجاوب إيه اللي منع إيه اللي منع فريم إنه هو يكسب مباراة أو يتعادل أو فريم يتجل هدف بشكل غير الشرع على فكرة أستاذ إبراهيم وبعدين اللي عملوا في المطش ده ممكن أي غيره يعملوا في مطش تاني بصوا أستاذ إبراهيم حيجي يقولك ما ده الجون التاني هي الفكرة أصلها حتدخلنا تاني لفكرة المراهنات مش فينا أنت بتراني عن نتيجة كام تفهم قصدي يا جماعة المواضيع منفذة على بعضها خشوا عشان توصلوا للحقيقة المسألة مش مسألة بس فرقة تكسب وفرقة تخسر أو إن الجون ده قتل المباراة أو دليل أبعد أهم وأعمق وشديدة الخطورة على كرة مصرية إنك تتحكم حتى بتاكل النتيجة نتيجة اتنين واحد يعني أنت فريم يتعادل بتخسره يعني ياخد نقطة بتخسره خالص أو يكسب المباراة في كل الأحوال أيا كان نتيجة المباراة وتأثيرها في النهاية فيه حق شرعي وفيه فرصة مراجعة تقنية متوفرة لا تستخدم لا تستخدم ليه؟ ما تسألش بس بعد الفاصل بس بعد الفاصل ممكن تسأل سبب وحاجة واحدة إن العبارة في الإدارة بعيدا عن كل حاجة ده سر التفوق هم نفسهم بيقولوا كده ارجع لكل واحد فيهم كان بيتكلم وبيقولك دلوقتي شوف ميدو قالها كم مرة شوف كل يعني شبك من اللي هم حاليا دلوقتي فجأة ظهروا كمنظرين لكن كل الناس اللي جاية عبروا تاريخ المصابقة وعبروا تاريخهم كلعيبة أو خبراء أو ما من مرة يكسب للي يقولك أصل العبارة في الإدارة كله كل الصحافة باختلاف انتماءاتها وده اللي أنا اللي بقولوك باستمراء احنا نبدأ نتهاجم لو خسيرنا ماتش بفطولة أو بتاع لكن أول ما تسترد وتكسب كل يقولك أصل النادي الآلي ما يخسرش بطلتين واربعة ويمتدي يقولك بيعرفوا إزاي يعملوا بيعرفوا يفصلوا بيطلبوا منهم هالألفاز دي مين الأهلوية والذي قواعد راسخة جمهور الآلي في الصفحة وقدرتوا ويقولك بكرة بطولة جديدة الجاية تخلص الـ 11 ولك الـ 12 يا آلي دي كلها ثقافة فالعبارة في الإدارة دي مش عايزة بنقشة سيستم النادي الأهلي هو راس الحربة الذي يجر القطرة طيب وبضدها تعرف الأشياء لأنه لما يبقى الاستقرار في الأهلي سبب التفوق الإدارة السيستم بتاعها هو دا اللي دايما وراء هذا التميز وهذا النجاح يكون الكلام على النحية الأخرى من النهر ماذا؟ ينقص الزمالك كابتن أحمد سليمان الرأي مهم محتاجين لنقشه تاريخيا نسمعه الأول كل من ناشة تقولك دفعوا 600 مليون لا يبقى معاهم زيهم أكيد معاهم زيهم ليتقالت مش عايزة أقول من مين من يقول زي ما أنت عايزة لا أقول احنا ما خبيش حاجة حاجات دي ما نخباش طبعا جات لنا فلوس كهرباء وجبت لنا أراضات من نادي وشركة المتحدة والرعية للنادي وبطولات الأفريكية وبطولة الصبر الأفريكي طبعا جميل جدا لكن تخيل بقى 600 مليون ده لو ما كانش فيه لو ما كانش فيه غرامات والمبلغ ده موجود بص هتلاقيك تسحب أفكرة القدم وكرة الصلاة وكل حاجة لو الزمالك عنده الاستقرار هياخد كل اللطان أنا كلمة استقرار تاني وتالت وعاشر ما هو المقصود بكلمة الاستقرار يعني أن المجلس استكمل مدته يعني يا ما كان المجلس مستكمل مدته والنتائج هي هي ولم يغر الأمر يعني وأنا ورجعت وانت لك يجي الدكتور وقولك الحالة مستقرة طبعا المريض مغمع ليه مستقرة على أغماء على سوق كلمة الاستقرار اللي هي ايه طيب بص يا جماعة الكلام ده في المعنى العام بتاعه أو المعنى الداخلي فيه أنه الأهلي هو المستفيد من غياب الاستقرار في الزمالك وأن الأهلي ما كان له أن يفوز بهذه البطولات لو لأن الزمالي غير مستقر طب هل بطولات الأهلي هي النتاج وسبب رئيسي لعدم استقرار الزمالك ولا هو لو الزمالك مستقره عنده فلوس وعايش في منتهى الرغد والرخاء الأهلي مبطر التاريخ بيقول ايه؟ هل ده نتاج لده؟ ولا الأهلي العبارة بالنسبة له في الإدارة أي أن كان حالة الزمالك وباقيات المنافسين على فكرة دي قضية مهمة جدا فريق الاعداد مشكورا حب يبحر في تاريخ الكرة المصرية عشان ناخده حقبة حقبة كيف وزى مالك في قمة استقراره ويتمتع بكل المال الأهلي كان عامل ازاي؟ عشان ما نفهمش إن الأهلي فقط بياخد بطولة على الشهر مستفيد من سلمية المالك هنسيب الناس بس يصبر عليه ما تحطش الإجابة أعيزهم هما يقولوها على فكرة إحنا من بداية الدوري مش من تاريخ التاريخ ده موضوع هنرجع له بعدين من سنة 47-48 بصوا من 47-48 بداية بطولة الدوري لغاية موسم 66-67 يعني من بداية الدوري لغاية ما توقفت المسابعة بسبب ناكسة يونيا من 48-49 عفوا لغاية 66-67 كان اتحاد الكرة يا جماعة عشان الناس بتكلم على استقرار اتحاد الكرة هو الزمالك رئيس اتحاد الكرة هو رئيس نادي الزمالك بجد الزمالك هو الكرة هو اللي بيدير اللعبة محمد حيدر وزير الحربية رئيس نادي الزمالك رئيس اتحاد الكرة بمنتهى الوضوح طب الاهلي والمنافس المباشر بالنسبة له هو اللي بيدير الاهلي كان عامل ازاي اظن ما فيش عكبتين احمد استقرار اكتر من كده ده يعني الحيط اللي في النص انشالت الدنيا فتحت على بعضها ووسعت النتيجة كانت ايه خلال هذه الحقبة ترأس حيدر باشا اتحاد الكرة من سبعة وتلاتين لغاية اتنين وخمسين كم سنة وتخلالها في عام اربعة واربعين ترأس الاتحاد فؤاد باشا سراج الدين لمدة سنة انما الفترة كلها حيدر باشا رئيس اتحاد الكرة لماذا كم سنة يعني من سبعة وتلاتين لاثنين وخمسين دي الفترة طويلة هي قبل بداية الدورة كمان خمسة عشر سنة طيب الان فاز بطولة الدورة في وجود حيدر باشا رئيس نادي الزمالك هو اللي بيدير فاز الاهل بالدورة كام تمانية وربعين تسعة وربعين تسعة وربعين خمسين خمسين واحد وخمسين تلات مرات تلات سنين الاهل بطل الدورة ورئيس الزمالك هو رئيس اتحاد الكرة بينما الزمالك لم يفز بالدورة ورئيسه هو رئيس الاتحاد ده الكابتن احمد سليمان الاهل فاز بطول الدورة القاهرة مرة واحدة تسعة وربعين خمسين وفاز بكاس مصر تلت مرات 48 49 59 50 51 يعني في خلال حيدر باشا رئيس الاتحاد الكورة هو رئيس نادي الزمالك الاهلي واخد سبع بطولات والزمالك امش مهندس واخد خمس بطولات ورئيس هو رئيس الاتحاد كلهم فاز بطولة دورة القاهرة أربع مرات وفاز بطولة الكاس 51 52 وما شافش الدورة الخالص إذن دي الحقبة المهمة جدا اللي فيها قمة الاستقرار لنادي الزمالك لكن يبقى البطل هو الأهلي أعتقد حد التاريخ المهم أنا عايزة توقف فينا اللحظة في فطر التواجد حيد 14 رئيسا لنادي الزمالك ورئيسا لاتحاد الكورة وسؤولا عن الكليح حربية خد أهم ثلاث لعبة من نادي الأهلي جندهم دخلهم لهم يا كان حسين زكي عثمان على الحمول على الحمول وبعدين أحمد عفة خد أحمد عفة وحيد كامل بعدين خلال حلم بعد كده خاص بعد كده لا ملحقش حيدر خاص لا ملحقش حيدر أقولك يعني لحد دلوقتي ما أولا لعيب اتنقل من زماغ الأهلي أول لعيب كان كابتر ضعب العالي طيب إذن شفنا فترة حيدر باشا بعد حيدر على طول تولى عبد العزيز عبدالله السالم رئاسة اتحاد الكورة من صيف 52 لفبراير 58 وده برضو شخصية ملكوية مش أهلوية في هذه الفترة الآله فاز بالدوري أربع مرات يعني الست سنين العزيز عبدالله السالم رئاسة اتحاد الكورة في ست سنين الآن ياخد الدوري أربع مرات 52-53 53-54 55-56 وخد كاس مصر مرتين 56-57 أعتقد الدوري ما كملتش عشان العدوان طيب لا كمل إجمالي بطولات الأهلي ست بطولات خلال هذا الفترة دور القاهرة خد ستة مع عبدالعزيز اه إجمال الزمالك ثلاث بطولات ستة ثلاثة يعني في قمة الاستقرار مفهومش داو مالك إحنا كده يا جماعة الهدف في فلسفة الكلام ده إيه جدارة الأهلي بالبطولة الأهلي ما بيأخدش البطولة عشان الزمالك عنده ظروف الأهلي بيأخد البطولة لأنه هو البطل الزمالك في قمة عنفوانه رئيسه هو رئيس اتحاد الكورة والأهلي بيأخد بطولة ده الدفاع عن قيمة الأهلي وجدارة بطولاته واللي عملوه عظماء الأهلي في تاريخ الكورة إنما يتفهم إن أنا عشان تعبان أنت بتاخد بطولة لا أم وقف وأنا بأخد بطولة وإنت واقف أم في أفضل حالاتك وأنا بأخد بطولة في أفضل حالاتك خلينا في منافسة قوية جدا بيننا نحن الاثنين والشاطر يكسب والشاطر دايما الأهلي حزب إبراهيم الدوري من 48 ل 60 تسعة دوري كاملة لله يبقى فيه اتنين دوري ما تلعبوش ما تلعبوش واحد وخمسين اتنين وخمسين لا فيه اتنين دوري ما تلعبوش ما حدش خدهم غير الآن يعني عايزة أقول لم يفوز أحد بالدور غير نادي الآن فيه سنة العدوان الدوري ما مكمل لا هو واحد وخمسين اتنين وخمسين عشان دورة هلسنك واثنين وخمسين واربعة وخمسين 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 ماشي عشان الأزمر بتاعت الترام اذا 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 انا عايزة اقول ايه ان الدوري الاهلي خده تسع مرات ما حدش تاني خده وسنتين ما مكملش اي طيب شفنا هذه الحقبة بهذا العلاقة مع السلطة بعد ثورة يوليا تولى المشير عب حكيم عامر رئاس اتحاد الكورة يعني في خضم الثورة بعد اتنين وخمسين تولى في تمانية وخمسين وهو بالمناسبة حيدر فاشو يعتبر خالو عايزة افرق لحظة اه في الخمسينات وبدأت الستينات ها تعاقب على رئاس نادي زمالك عبداللطيفة برجيلة وعيلو جزار اتنين من كبار رجال الاعمال اشأقول احسن مين ولا مين وبينهم عشرين اربعين خمسين سنة مناخ غير المناخ افضل ظروف غير الظروف كابتن اكرامي ولا محمد الشناوي مين قال ينفع على فكرة في كرة القدم كل حاجة تغيرت الكرة اللي كان بيلعب بيها الكابتن الخطيب وعلى عزيز عبشاف وطهر الشيخ غير الكرة اللي بيلعب بيها دلوقت البول نفسها الكرة نهيكم على انه ارضية الملعب بتتغير الطب الرياضي بيتغير التدريبات بتتغير القدرات العضلية بتتغير طريقة اللعبة بتتغير حوافز البطولات بتتغير دوافع ونظام الاحتراف بيتغير المسابقات والمنافسات وشكل المنافسيين انتوا بتتكلموا في حاجة كل الاطراب بتاعت ده قانون اللعبة بيتغير فازاي فعلا الناس لهدف انك انت عايز تاخد انطباع ما او تتقلل من شأن حد فتخطه مقارن مع حد انت عندك هدف مش سليم ومش نقي عندك هدف مش بريء حمد صلاح نموذج استثنائي في تاريخ الكرة في مصر لا يقارن باي حد في مصر يعني اقرب الاجيال له مثلا محمد ابو تريكا ولعب معه ما ينفعش يتقارنوا ببعض ده واحد لعب في اوروبا في دوريات كبيرة تعرض لمنافسات مختلفة لعب تحت ظرف مختلف مع مدربين ومنافسين وزملاء في الملعب مختلفين فما يتقارنش مع حد في الداخل فما قال ان انتوا بتقارنوه عبر اجيال بينها 30 و40 سنة ده جزء من المش يعني سفه كبير في التفكير وبجد يعني يعني ارجو ان احنا نكف عن كده لانه فيه نوع من الفلس وفيه نوع من اللا منطق على الاطلاق مقارنات غريبة جدا بين رئيس نادي دلوقتي ورئيس نادي كان في الخمسينات طب ازاي ما هو ده اشتغل في الظرف غير الظرف وامكانات غير الامكانيات ومناخ سياسي مختلف ومناخ اقتصادي ومناخ رياضي وطبيعة فترة كلها امور مختلف كل واحد في فترته عمل اللي عليه وادى ما هو مطلوب منه وفقا لظروف فترته انت النهار ده رئيس النادي رئيس النادي زي رئيس النادي الاهلي مثلا بتكلم على اربع فروع بتكلم على جمعية عمومية ضخمة بتكلم على منشآت بتكلم على فرق رياضية بتكلم على تحديات كبيرة جدا ما كانتش متاحة حتى او موجودة مع كابتن حسن حمد عشان ما نبعدش سنوات بعيدة والكابتن حسن ايامه كان فيه فرعين معاه هو كابتن صالح ما كانتش موجودة ايام عبود باشا او الفريق مرتاجي او من قبلهم فاتمنى ان احنا نكف شوية عن هذا العبس في الاعلام الحقيقي ده فيما يخص الاهلي والوضع لكن فيما يخص التحكيم ميدو كمان وكمان وهنا لانه كل مشكلة تحصل في التحكيم يراد منها ان تتحدف طبطين على النادي الاهلي ويبقى الهدف ان انا اصدر صورة خاصة للاشقاء العرب برا انه الاهلي بيكسب بالطريقة دي احمد حسين ميدو وهو واحد من اللي خاده تجربة احتراف كبيرة وحد عنده فكر طبعا اداري ورياضي نقف عنده لكنه كتير لما بيبقى مسير للجدل بقراءه خاصة لما بيبقى فيها تحولات كبيرة وتحولات قريبة ميدو كتب تويتا قال منظومة التحكيم دي كانت يوم 14 منظومة التحكيم في مصر كفيلة بافساد اي بطولة صراعات تاريخية بين كبارهم على مر الاجيال اوصلتنا الى ما وصلنا اليه الجمهور المصري فقد السقة في التحكيم المصري بفضل اهل التحكيم اذا تعاقد اتحاد الكرة مع خبير تحكيم اجنبي لادارة المنظومة سيحاربه اهل التحكيم بكل قوة وسيتعمد افشاله واذا جئت بحكم دولي مصري سابق لادارة المنظومة سيحاربه اتباع خصوبه المصريين اخطأ بالجملة في السبر المصري ده عشان الاهل فاز وفي اول جولة من الدوري تنزر بموسم كارثي على المستوى التحكيمي ده ميدو 4 نوفمبر بهذا الشكل طيب ميدو 8 نوفمبر هنا بقى التحولات هنا في الاول التحكيم كارثي واللجنة بايزة والسوبر الاهل اخدوا عشان التحكيم ميدو بقى 8 نوفمبر قالك الاحداث اللي بتدور دلوقتي على المشاع بتدينلك ليه الزمالكوية معتزين بزمالكويتهم التمرينة دي باصة من ميدو للخليج العربي في محاولة انك انت تقولهم الزمالك لما جملة اللي قالها الموانس عادلي بطولته بعشرة فقالك بتدين لهم ان الزمالكوية معتزين ليه بزمالكويتهم بكل بساطة لان البطولة اللي بيفوز بها الزمالك في وسط هذه الاجواء بمليون بطولة ودلوقتي العالم العربي كله بقى شاهد علينا بصوا الباص دا سترو باص بقى العالم العربي كله شاهد علينا على اللي بيحصل فينا انك تفوز ببطولات في عز الارهاب المعنوي اللي بيحصل لكل المسؤولين فارفع راسك فوق انت زمالكاوي طبعا كل التقدير للزمالك وكل التقدير لجمهور الزمالك ان يفخر ويرفع راسه دا نادي شعبي محترم ونادي شعبه عنده بطولات لكن ايه بقى حكاية انه بطولته بمليون من اللي النادي بياخدهم القياس دا جي منين والاعتزاز بالزمالكوية شي كويس الاعتزاز بالاتحاد والاعتزاز بالاسماعيلي الاعتزاز بالمنصورة والاعتزاز بكل كيان شعبي لكن فكرة ان انا افسر للاشقاء العرب من جمهوره طبعا على تويتر ان الزمالك معتز لانه بطولته بمليون من التانين بياخدوهم طب ما تخلي ميدو نفسه يرد على ميدو بتاع تمانية نوفمبر ايه رأيكم ميدو ذات نفسه شعمه ولحمه وفكره وافكاره وهو مدرب للمقصة كان شايف الزمالك فاز ازاي عليه هارضة باللعب الزمالك والتحكيم وفيه لفظ سيء طلع من باقي انا مستعد 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 يعني ما عدش في المدرجة روح بيتنا لكن يا جماعة ما ينفعش بقى احنا بنتعب ونخلص كل حاجة وبعدين التحكيم بنلعب الزمالك والتحكيم بقول لنا الزمالك جبت محمد صلاح مبروك النهاردة النقطة من ودي دجل لما تيجي الطبيعية اربعة واحد لودي دجل اه اتفضل اتفضل ليه ما هو قال كل حاجة طيب بصوا جماعة هو المقارنة هنا لما الشخص بيبقى في موقع المسئولية بيدير فرقة زي المقص وبيدار بشكل مباشر من ناد الزمالك او من التحكيم اللي ميدو بيقول لك انا كنت بلعب ضد التحكيم والزمالك ده مش امر واضح جدا ده مش كلام في منتهى الوضوح انما فكرة ان انا باستمرار عايز اقل المنشاة نبطولة الاهل حقاها المسألة لا لانه الكلام ده كان ممكن يحصل في سنوات سابقة الاشقاء العرب اللي بتتبع لهم البيعة دي ما كانوش بيشوفوا ايه اللي بيحصل في الدور المصري لكن اعتقد كلهم شافوا محمد عادل وهو بيغير رأيه برغم اللي نطق بيه قدام كابينة الفار قدامه مونتر وبيقول له لا يخرب بيتها كميدو على ميدو سلامة ده جاي من الارض العرب نفسهم الاشقاء العرب اللي بتتبص لهم البصة دي وبتتبع لهم بتتبع لهم البيعة دي شايفين الحقيقة وعارفينها ما عادش الكلام زي الاول فاتمنى كل نادي يحترم حق الاخر في انه يكسب بطولة ميدو في فترات كتيرة بيشيد احنا جبناها النهاردة في موقف ايجابي وهو بيلوم ايهاب الكومي على اللي قاله على امام عشور لكن لما بيبقى فيه حاجة هدفها الاساسي المساس ببطولات الاهلي او بجدارة الاهلي بتتويج ببطولة بيبقى لازم نرد ويه كمان يا دكتور ويه كمان يا دكتور كمال ممكن جدا تختلف مع نجوم كورة تختلف مع جمهور تختلف حتى مع صحفي ويبقى الكلام قابل للرايح والجي لكن قيمة علمية بحجم الدكتور كمال درويش عميد تربية رياضية سابق استاذ اجيال رئيس نادي الزمالك في فترة مهمة رئيس اتحاد ملاكمة ودلوقتي كمان الدكتور اشرف صبحي ميخليه الراجل رئيس اللجنة العلمية المخططة للرياضة المصرية فلما يكون حد بالقيمة الادارية والرياضية دي ويكتب تويتا هدفها كله التقليل من ريادة الاهل اختار بعض البطولات اللي الاهل مكانش البيونير او الفائز الاول بهم وقال لك مش الاهل والكلام عن الاهل تحديدا قال الدكتور كمال أول فريق مصري فاز بدورة أبطال أفريقيا مش الأهلي نسماعيل أول فريق مصري فاز بكأس الكوس الأفريقية مش الأهلي المقولين أول من فاز بكأس السوبر الأفريقي مش الأهلي الزمالك أول من فاز بكأس الأفرو أسيوي نصف العالم مش الأهلي الزمالك أول من فاز بكأس مصر حتى مش الأهلي الزمالك أول من فاز بكأس السوبر المصري مش الأهلي ده كان الزمالك الحقيقة كلام مدام الدكتور كمان رجل علمي في المسألة هنا انتقائية بحتة وفي علم النفس الانتقائية بتنم عن غرض لانك لما تيجي تقول لي اول منفاز بالدوري الزمال اول منفاز بالكاس مش الاهلي اقولك طب وفين الدوري اللي هي البطولة الاساسية الاهلي مش اول منفاز بالدوري ده فاز بالدوري تسع مواسم متتالية لما تيجي تقول لي الاهلي اول ما فازش بدوري الابطال اللي فاز بأهل اسماعيل اقولك الاهلي فاز بكاس الكؤوس لانه وقتها كان الاهلي مش لعب في دوري الابطال بس عنده بطولات اخرى طب ايه المستوى الاعلى دوري ابطال افريقيا طب ايه المستوى الخارجي كاس العالم للاندية اول منفاز ببرونزية كاس العالم خد مقصات كل واحدة دية هتلاقي الاهلي له حاجة ارفع كتير قوي من العينة اللي اختارها الدكتور كمال درويش منهجيا بشكل غلط طيب عشان احنا بنقفل يعني فاللي انا عايز اقوله يا دكتور كمال انت دورت على الحاجات اللي ما بيخدهاش الاهلي مش الحاجات اللي بيخدها الزمالي حتى ودي عملية سهلة جدا ان انا اقلم من ناس حولي يقول ده مش الاهلي ما هو طبعا الاهلي ما حدش اقل الاهلي لوحده عايش بس بيقول الاهلي الاكثر نجاحا وببعيد يا دكتور كمال اذا كنت من هوات المقارنة مش الاهلي طبعا الزمالك مش اول واحد فاز ببطولة ابطال افريقي ده الاسماعيلي طبعا مش الزمالك اول واحد فاز بكأس الكؤوس الافريقية ده المقولين يعني بمعيار طب الاهلي بعد كده خدها كم بره يعني حتى دي ما قلت مش نستنيه صب يعني بمعياره هو اللي هو يتحدث عايز يكون بيبين الاهلي يعني والزمالك طيب مش الاهلي ومش الزمالك يا دكتور في حاجات كتير جد فحضرتك اذا كان هو ده اللي رايحك اه انت يعني الاسماعيلي والمقولين والزمالك يا سيدي البطولة السوبر الافريقي او الافرق اسياوي اللي انت عايزه لكن المحصلة يا دكتور كمال اين يضعك انك انت اول واحد اول واحد ما كملتش يا دكتور كمال يعني ده انت جيت بركتلنا في برقية وحضرت معانا ماتش الاهلي وراء المدريد بتاع بطل قرن اوروبا مع بطل قرن نادي الاهلي تقديرا منك للقب الذي احرزه الاهلي حضرت المباراة في استاد القاهرة وتشرفت ان جلست بجوارك ايه اللي بيغير الليلة دي يعني انا مش عارف نرجع تاني لفكرة ان احنا نشكك في الاهلي نغير في نظرة الناس للنادي الاهلي وان احنا نبعث رسائل لناس ما كانتش مهتمية هو فجأة الخليج اهتم بالدور المصر للدرجة دي ده بيتكلمه في شأن الاهلي وزمالك بطريقة يعني يعني كما لو ان الفريتين دول يا اماراتيين يا خليجيين يا ورغم كده الحمد لله هناك من يرد بينهم الغيبة لان الحقيقة تادي وتالت ورابع مش هنرد يا جماعة غير بالتاريخ وبالارقام وبالإحصاءات اما الحاجات اللي هي مصود بها ان الجماهير تتكلم فيها وتحفيل وكده الاجتساب شعبية مش سكتنا سكتنا ان النادي الاهلي مكفينا ومشبعنا كلام نقوله عنه كله الصوبة مش هنقعد نفتش على كلام يا نلاقي يا منلاقيش مش الاهلي ومش انت يا دكتور كمال اللي تستخدم منطق منهجيا غلط لانه اشحلك اليوم الاهلي مش اول منفاز لكن اكتر منفاز الاهلي ما خدش الكاس ما خدش الكاس في اول مرة انت تقصدها لكن خد الدوري تسع مرات وخد الكاس اكتر من اي حد كل بطولة يا دكتور حبيت تسحب الريادة من الاهلي فيها هتكتشف انه طالعلك في شكل مختلف خالص انه الاكثر دايمومة والاكثر حصدا لبطولات كل واحدة مفردة انت استعنت بيها دكتور كمال مش انت اللي تستخدم منطق السوشيال ميديا اعتقد على فكرة بقامك ارفع على فكرة مش الاهلي اول واحد صح منهم بدري يكمل لكن لما صحي عمل عمهاي الكتير اول عشان كده فضل الاهلي زين النوادي دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير ان نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله تصبح على خير معزين النوادي شكرا